كما استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني السفير البلجيكي لدى العراق والأردن فيليف فاندين بولكي وجرى بحث آخر المسجدات في العراق والمطقة عموماً وسبل تعزيز العلاقات بين بلجيكا والإقليم وبحسب بيان لرئاسة حكومة كردستان فقد نقل السفير البلجيكي تحيات رئيس الوزراء البلجيكي وتقديره معرباً عن استعداد بلاده لتوطيد العلاقات ونقلها إلى أفاق أوسع مع الإقليم في جميع المجالات شكره لبلجيكا لدعمها المتواصل لقوات البشبرغا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وأكدنا على ضرورة الاستمرار في تعاون وتنسيق المواقف